السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبنا الأعزاء من جميع أنحاء الجمهورية أهلا بكم في لايف جديد ولايف ممتع من جريدتكم جريدة اليوم السابق معاكم مسترح من الجمال معد المؤد الفلسفية أهلا بحضراتكم معنا يمكن في آخر لايف في مسيرتك التعليمية الخاصة بالسنوية العامة يعني ساعات وليلة وخلاص هقدر لحضرتك خريج سنوية عامة إلا مادة إن شاء الله بإذنك يا رب تأتي الفلسفة بردا وسلاما على طلبة الشعب الأدبي زي ما معودنا الفلسفة دايما إن هي بيكون ختمها مسك وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده إن إحنا النهاردة جايين نعيد مع بعض كده ونفتكر بعض الأفكار المهمة فضل ربنا سبحانه وتعالى يعني كنا طلعنا لايف مع بعض في علم النفس والاجتماع وفضل ربنا ربنا وفاكم والامتحان كان سهل ومتناول الحمد لله وجي حاجات وأفكار متشابهة مع اللي احنا اتكلمنا فيه تعالى النهاردة كده إن شاء الله لعله عسى السهم يصيب مرة أخرى في مادة الفلسفة معانا تعالى كده جاهز الورق بتاعتك وجاهز الألم وتعالى نتعرض لآمن أفكار في مادة الفلسفة والمنطق زي ما قلت لحضراتك قبل كده إن الفلسفة والمنطق مادة دايما بتيجي سهلة وفضل ربنا سبحانه وتعالى متعودين إن بيكون ختمها مسك وأغلب الطلبة بيكون عندها تخوف في مادة الفلسفة وتحديدا من فرع المنطق هقول لحضراتك ببساطة إن فرع المنطق يعتبر من أسهل الفروع لو حضراتك فهمه مش عمو وزي ما قلت لك هنشوف النهاردة الأفكار الخاصة بالمنطق ونقدر نسجلها مع بعض نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ورق أولا مجهز وتعالى نشوف السؤال الأول عندنا في مادة الفلسفة بيقول إيه وزي ما قلت لك هي محاكاة لشكل الامتحان ونوعية الأسئلة وأفكار اللي بتيجي في الامتحان معا السؤال رقم واحد عندما نقول أن الإنسان مقياس كل شيء فهو مقياس الخير والشر العبارة تخالف قول قلت لحضراتك قبل كده خلي بالك من كلمة تخالف خلي بالك من كلمة تناقد لأن ده بيقول لك أنا عايز معناها أن أنا عايز عكس العبارة دي هل الإنسان ده مصر هو اللي بيقرر إيه الخير وإيه الشر لا طبعا وبالتالي هنا مصر العبارة دي بتخالف قول أحد من العلماء المعاصرين هل هو ألد لي بولد اللي تكلم على أخلاق الأرض هل هو توم ريجان أو اللي تكلم على فكرة الحيوانات أو الحفاظ على حقوق الحيوانات البيتر سينجر أنت عندك اختارين زي بعض إذن بالتالي الاختارين دول مستبعدين تماما عندك آخر واحد أرني نايز اللي كان يتكلم على فكرة الأيكولوجيا العميقة طيب هل الإنسان هو اللي بيقس كل شيء بالنسبة له إذا كان خير والله شر هل ده أرأه بترجع إلى لي بولد ولا بترجع لأرني نايز طبعا الإجابة هتكون أرني نايز لأن أرني نايز كان بيتكلم على فكرة الأيكولوجيا العميقة وإن إحنا لابد إن إحنا نحترم جميع الكائنات الحية بغض النظر عن الفوائد الفعلية بالنسبة لي يعني أنا أقول لك مثلا التعبين التعبين دي بالنسبة لي كائنات بتؤذيني ولكن لو أنا جيت أوصلها على النظرة العميقة مش النظرة السطحية هلاقي إن التعبين دي السموم بتاعتها بتدخل فيه كثير جدا من الأدوية على مستوى العالم السؤال التاني تزايد القدرة على التنبؤ بصحة الأفراد بسبب ثورة علم الوراثة سيهدد منهم في خطر الإصابة بالمرض بالتحيص ضدهم عند التعيين وبفاتورة طبية مفزعة يرتبط ذلك بأحد المضامين الأخلاقية للوراثة وهو طبعا إنت عندك المضامين الأخلاقية الحجمية الجينية والتمييز على أسس عرقية واليوجينية والتفرقة في المعامل طيب إحنا عرفنا مصر إن اليوجينية إن إحنا بناخد إجراءات إنجابية تتعلق بالواصل أنا متكلمتش هنا عن أي حاجة تتعلق بالإنجاب أو الإجهاد أنا بتكلم على الأمراض وبتكلم عندي التعيين طيب بتكلم على العمالة بتكلم على فكرة العمل التأمين الصحي الحصول على وظيفة معينة إذن أنا هتكلم على حاجتين لسالسة لهمة والتمييز على أسس عرقية أو يا مصر التفرقة في المعامل طيب أنا بتكلم هنا يا سيدي الفاضل على التحيز على ممارسة نوع من أنواع بنسميها كده عندنا التحيز العرقي أو التحيز الوراثي بمارس نوع من أنواع العنصرية إذن بالتالي الإجابة عندي تكون إيه؟ برافو عليكم التمييز على أسس عرقية ممكن الناس يا مصر يكون عندها شزوز أو خلل جيني أو خلل وراسي يمنع عنهم طبعا التأمين والعمل والآخر السؤال اللي بعده للحماية من الآفات السماوية هو طيب الهواء للسلامة من الأبراض عشان النهاردة نحمل نفسنا مصر من الحاجات اللي منتشرة حولينا في الهواء لازم يكون الهواء بتاعنا هواء سليم فإما الهواء إذا كان راقدا خبيثا أو مجاورا للمياه الفاسدة أو مقناع متعفن أو مروجا خبيثة أسرع إليه العفن من مجاورتها فأسرع المرض للحيوان فيه قالك الهواء بتاعنا ده لو كان هواء راقد هواء مجاور لمياه فاسدة فيصبح فاسد أيضا هواء متعفن قد يكون به عفن ده بالطبع هيوصل للحيوانات بشكل أسرع وبالتالي يؤثر عليهم بالسلب وقد يؤدي للموت قالك يشير ابن خالدون في هذه العبارة طبعا إحنا عارفين يا مصر ابن خالدون كان بتكلم عن إيه؟ كان بتكلم عن أثر الهواء في طبائع وعدات وتقاليد المصريين مميز ما بين القليم الحرة والأقاليم البردة كمان حاجة مهمة جدا 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 اتكلم فيها هنا ابن خالدون وهو تأثير البيئة على صحة وسلامة السكان خلي بالسعد هتقول لي مصر طيب إحنا أثر الهواء هنا في الأخلاق والطبائع أنا هنا ما بكلمش على الأخلاق ولا الطبائع أنا عايز أتكلم على الصحة والمرض خلي بالك يا أ 이번 خالدون برده زي عبن ردوان تكلم على أثر البيئة في إصابة بالأمراض نتيجة الأقاليم الجغرافية طيب يبقى احنا هنا مش هنتكلم على البيئة الصالحة لأمران البشري مش هنتكلم على الموقع الجغرافي إطلاقا وتأثيره في الأخلاق ولا هنتكلم عن الهواء وتأثيره في أخلاق وطبائع البشر لكن أنا بتكلم على الصحة والمرض يبقى هتكلم على تأثير البيئة على صحة السكان السؤال اللي بعده إننا نعيش في مجتمع مخاطر عالمي بمعنى أننا كلنا متأثرون بتظاهر البيئة ولذلك فإنها مسؤولية الجميع من خلال السعي الدقوب للمشاركة الإيجابية في حل مشكلات البيئة وعن طريق إحداث تغيرات أساسية في مختلف أسليب حياتنا اليومية تعكس العبارة السابقة أفكار هنستبعد تماما ابن خلدون وابن رضوان ملهمش أي علاقة بالسؤال لا من قريب ولا من بعيد إحنا نتكلم في حل مسؤولية بيطاقة علينا في حل المشكلات البيئية اللي عندنا بيتر سينجر يتكلم على حقوق حيوان طيب متبقى عندك مين يا مصر مبادئ الأيكولوجيا العميقة بتاعة أرني نايس وعندك تحديدا النقطة الأخيرة في الأيكولوجيا العميقة أولئك الذين يؤيدون النقاط السابقة عليهم إلزام خلقي بيئة نصدر إن إحنا نصحح الأوضاع الخاصة بالبيئة حتى نحيا في بيئة سليمة ومجتمع نظيف يمكن حتى السؤال اللي تعرف تحله بالاستبعاد يعني لو جيت بسط على الاختيارات ممكن تستبعدها كلها وتقدر أن أنت تحل السؤال البعض يتعرض المعظف العام للفصل أو الحبس عند تسريب معلومات أو وثائق ومستندات حصلة أو طلع عليها أثناء مهام وظيفته سواء كان كتابيا أو شفاويا أو إلكترونيا حتى بعد انتهاء مدة خدمته والنهاردة ممكن تتعرض للعقاب والحبس أو السجن لو عملت تسريب للمعلومات اللي أنت كنت شغال في المؤسسة اللي فيها حتى لو أنت انتهيت من مدة الخدمة نستخلص من العبارة لأحد آليات تحسين الوظيفة العامة عشان أقدر أحسن الوظيفة العامة لابد أن أحط إيه مصطر الله يفتح عليك لابد أن أقطع جزاءات راضعة لمن يرتكب أي مخالفات تمث طبعا المكان اللي هو شغال فيه فيه أسئلة زي ما قلت لك أسئلة سهلة نحن نقدر نجمع ونحصد من خلالها درجات السؤال اللي بعده كيان نظامي يعني إيه نظامي؟ يعني يمشي بنظام معين قواعد لها قواعد يوجب على شاغله مجموعة من الواجبات والالتزامات وتعقبه مجموعة من الحقوق والمزايا طبعا السؤال واضح جدا ما فيش فيه أي مشكلة خالص وهنا هتكلم على مفهوم الوظيفة العامة تمنح شاغلها مجموعة من الحقوق والامتيازات تسقط هذه الحقوق إذا أخلى بأي من واجباته السؤال اللي بعده التصرف بما تمليه الجوانب الموضوعية للقضية المعروض من خلال طرح المعلومات كافة المتعلقة به دون تحفظ وبصرف النظر عن معتقدات أطرافها أو أراءها السياسية المختلفة نستخلص من العبارة السابقة أحد مبررات اهتمام المؤسسات والمنظمات العامة بأخلاقيات الوظيفة العامة النهاردة يا مستر أنا لازم لما يكون عندي مشكلة في الشغل أتعامل مع هذه المشكلة بموضوعية تمة بدون أي تحيز لأي أراء سياسية أو أي معتقدات وهنا يا مستر ده يخليني أن أنا أهتم بأخلاقيات الوظيفة العامة عشان يكون عندي برافو عليك شفافية في تنفيذ الأعمال يبقى أنا مش عايز أنامي القدرات مش عايز أضمن كده كده وكي إحنا نظنين حرية الفكر والإبداع بس أنا بتكلم في حتة قالك طرح المعلومات بشكل موضوعي بشكل موضوعي يعني إيه؟ يعني بشكل حيادي يعني الغلطان يتعاقب حتى ولو كان من التيم اللي شغال معايا في الشركة بتاعتي السؤال اللي بعده أكثر ما يجعل الموظف منضبطا في عمله هو شعوره الداخلي بأن المؤسسة التي يعمل بها هي ملك له فالجميع يحرص على ماله وممتلكاته ويبذل ما في وسعه لحماية العبارة تشير إلى أحد آليات الوظيفة العامة وهي طبعا غرس السلوك الأخلاقي والضمير الذاتي لو الحاجة دي مش بتاعتي لو الحاجة دي أنا مش خايف عليها زي ما تكون بتاعتي بالضبط لو قعدت تتكلم معاك في شعارات وتكلم معاك بقى في أخلاقيات كلها تبقى شعارات جمدة ولوائح تتبدد مع الوقت وبالتالي بنقول هنا مصدر لابد أن يكون فيه غرس للسلوك الأخلاقي والضمير الذاتي بما يضمن الاستمرارية في العامة السؤال اللي بعده أن المقياس الحقيقي لتقديم خدمة ذات جودة متميزة هو تطابق مستوى الجودة الفعلي مع توقعات العملاء أو التفوق عليهم في بعض الأحياء نستنتج من العبارة السابقة أن قيمة الأخلاق المهنية تكمن في إيه؟ هل الالتزام بقيم العمل؟ أنا بكلمنا على العميل العميل أنا عايزه يرجع لي تاني العميل أنا عايزه المنتج بتاعي يفوق توقعات ليه؟ تفتكر ليه؟ بالضبط عشان أنا عايز أسيب صورة ذهنية إيجابية في عقل العميل عشان يرجع لي تاني إذن هنا نستر الإجابة عندي هتكون تكوين الصورة المرتسمة في العقل السؤال اللي بعده بنرجع تاني لفلسفة البيئة علاقة الإنسان بالطبيعة كعلاقة الأم بطفلها في العطاء اللا محدود طبعا الأم بتحب أولادها حب غير مشروط الذي لا يتوقف على الرغم مما تتلقاه من نقران وجهود في بعض الأحيان قد يقص الأبناء على الأم فمن خيرتها تنعم بحياتها من غضبها هرب لتطوير معرفه وحماية نفسه من أذى رعودها وأغاصره يعني الإنسان لما بدأ بقى البيئة تغضب عليه خاف وهرب ومن جمال جبالها ووديانها وشمسها وقمرها وبحورها استلهم روعة إبداعاته وفنونه تشير العبارة السابقة إلى فكرة طبعا الإجابة واضحة عندي جدا وفكرة مصر القديمة لأن جمالها ووديانها وشمسها وقمرها استلهم روعة إبداعاته وفنونه يبقى احنا هنتكلم على فكرة مصر القديمة اللي قدر أنه هو يستلهم شكل الآلهة بتاعته زي الإله أتون، إله الشمس، زي الحيوانات اللي بدأ أنه هو يمارس المصر القديم بها الديانات المضاحظ والمراقب للمشاكل البيئية والأضرار التي لحقت بها يرصد حجم التغيرات البيئية وتغير معطياتها الطبيعية نستخلص مما سبق ظهور بدأ أن يحصل عندنا مصر مشكلات بيئية هذه المشكلات إحنا مش قادرين إن إحنا نسيطر عليها فكان لابد من وجود فرع جديد يناقش هذه المشكلات والأخطار وهي الله يفتحها لحضراتكم فعلا الفلسفة البيئية خش على المراحل الإعلاقة الجدلية ما بين الإنسان والبيئة لا يمكن خوض يوم واحد بدون إحداث تأثير على العالم من حولك ما تفعله يحدث فارقا ويجب عليك أن تقرر نوع الفارق الذي ترغب في إحداث تجسد المقولة السابقة دعوة إلى أنهي مرحلة أنا أيمكن بتكلم مع حضرتك إن أنا لابد إنك تكون بفارق إنه لازم يكون لك دور في حماية البيئة أنت النهاردة ما تقدرش إنك تقعد كده وتسيب الدنيا من حواليك بتنار والبوز يبقى أنا بتكلم على مرحلة الله يفتحها لحضراتكم مرحلة الاحترام والصوم السؤال اللي بعده إذا استمرنا في استغلال كوكب الأرض والعبث بمقدرات الطبيعة بدون اكتراف وبدون تعويض لمصادر فما نحن إلا مستهلكون جشعون يعكس القول السابق تعامل الإنسان مع البيئة في مرحلة هنا يا مستر الإنسان بدأ أنه يستغل استغلال وسيطرة لا 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 استغلال وسيطرة مش بس كده والعبث بمقدرات الطبيعة يعني بدأ يغير من أشكال الكائنات والحيوانات بدأ يغير من الطبيعة الجينية والهندسة الورصية إذن هو هنا عمل إيه مستر؟ حالة القهر والاستبداد إذن هو النهاردة مستر عمل تعديل في مظاهر الطبيعة هو مقدسهاش ولا حط قوانين ولا روض الطبيعة ولكن ده بيقولك والعبث بمقدرات الطبيعة دون أي اقتراس ولا دون أي تعويض إذن بالتالي بدأ أنه يعدل مظاهر الطبيعة عشان يستغلها لمصلحته السؤال للبعض لم تعود المسألة فقط التجريب على الأجنة باستقصال جضعها الشوكية وهو مواد لخاعوها الشوكي بل تحقيق مظلمة بيولوجية ستحيق مكرا ووابيلا على الذات الإنسانية العبارة السابقة تشير إلى علاقة الفلسفة بالبيوتيقة من حيثه نهاردة مستر بدأنا أن الطب يتطور والهندسة الورصية تتطور وإن نلعب في الجينات ونعمل تضارب على الأجنة الموضوع بدأ يزداد وده طبعا يؤدي إلى نتائج سلبية جدا 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 على الإنسان طيب هنا مصر كان لابد أن يكون في دور لعلقة الفلسفة بالبيوتيقة هل هنا دور الفلسفة في البيوتيقة من خلال اللجانة الأخلاقية اللي بدأت تناقش هذه المشكلات ولا ارتباط البيوتيقة بالفلسفة البراجماتية الفلسفة الواقعية ولا دور البيوتيقة في تجديد مفاهيم فلسفية قديمة واللي تعالى بقى نجيب الأساس بتاعنا الأساس بتاعنا يا مصر الجدل الذي أفرزته القضايا البيوتيقة قلت لك تقدم الطب والتكنولوجيا اللي أفرزتها الهندسة الطبية والوراصية أدى إلى مشكلات كانت تتطلب تدخل الفلسفة مش الأطباء ولا رجال الدين ولا رجال الدولة نيجي على الأسئلة المقالية السؤال بيقول لك العالم الفيسيولوجي فيرتو زورنت يؤكد على مبدأ التعاون بين النباتات أقوى من مبدأ التنافس فلا يوجد صراع ضار بين النبات والحيوان فالوعي سمة من سمات الكائنات الحقيقة في دوق المقولة حلل وجهة نظر اللي يبول في البيئة هو هنا خدمك وهنا يا مصر جاب لك سؤال سهل ومباشر وصريح جاب لك أحد الفلسفة المعاصرين وقال لك لو سمحت اتكلم عن وجهة نظر طبعا هتتكلم على فكرة اللي كان بيتكلم على فكرة اتساع مجال البحث الأخلاقي ليشمل النبات والحيوان والجبال والأنهار والتربة والمياه ويشمل الأرض إجمالا وأخلاق الأرض وأنه لازم أن الإنسان العاقل يغير من فكره ما يبصش لنفسه أنه هو مستعمر هذه الأرض وسيدها ولكنه هو مصر أحد سكانها هو بيتشارك هذه الأرض مع باقي الكائنات الأخرى اللي موجودة معه كده مصر بشكل يعني بنحاول زي مقلت لك احنا بيكون الوقت عندنا في المراجعات محدود وزي مقلت لك انت زمانك مستعجل عايز تخلص الامتحان بسرعة عشان تنال حريتك فاحنا يعني بنقدم لحضرتك أفكار سريعة ومتنوعة تعالوا نخش على الجزء المتعلق بالشقة التانية من الفرع بتاعي وهو المنطق ركز في المنطق لأن المنطق ساعات بيكون فيه لعب كتير احنا برضو مش هنطول على حضرتك ولكن احنا هنتعرض لبعض الأفكار تعالوا الصعب السؤال عندنا بيقول يحس الرجل السازج مرضا في معدته لقد أكلت فطيرا في يوم الاثنين ويوم الاربعة فأرقني عصر الهضم طول الليل الطريقة الاستقرائية المشار إليها في العبارة أحد طرق ميل والتي تنطبق أيضا على إحدى الأمثلة الآتية ده طبعا سؤال استنتاجي بس في الأول خلينا فكرك بترق جونس تورات ميل اللي عملها عشان يتحقق من صحة الطرق بتاعته وهم كانوا خمس طرق أول طريقة وكانت طريقة الاتفاق إذا وجدت العلة وجد المعلوم الطريقة الثانية هي الاختلاف إذا غابت العلة قابل معلول والطريقة الثالثة هو جمع ما بين الاثنين الجمع ما بين الاتفاق والاختلاف الطريقة الرابعة تلازم في التغير وأخيرا وهي طريقة الباق طيب تعالوا نشوف النهاردة مصدر الرجل ده حس بمرض ليه حس بمرض لما كان فطير إذا بالتالي في علة وفي معلول في فطير حامد أو فاسد أكله فشعر بوجع أو شعر بمرض أو عصر هضو طيب تعالوا شوف الاختيارات اللي عندنا كده وأنا عايز أطلع من الاختيارات دي حاجة بتدل على طريقة الاتفاق أول سؤال أو أول اختيار بيقولك وضع الرجل سمادا أكثر من الأيام السابقة فوجد ارتفاع في المحصول هنا في تلازم في التغير حط سماد زيادة المحصول بدأ يزيد إذن دي مستبعد حذف إحدى الجينات من الطماطم ففقدت لونها الأحمر في غياب غيابة العلة غيابة المعلول يبدأ مصر هنا إيه اختلاف طيب اختلاف قوة الوثب بمقدار الجاذبية في كل كوكب نفس الفكرة برضو هنا تلازم في التغير اختلاف قوة الوثب بمقدار الجاذبية في كل كوكب يتبقى لنا الاختيار الأخير نبات البن والشاي وحبوب القوة تحفز الانتباه لاحتواءها على القفاين في شاي في قهوة في حبوب ولا إذن بالتالي ده هيحفزني الانتباه ويخليني قاعد صاحي وفايل إنها بتحتوي على مادة القفاين سؤال حلو جدا وسؤال جميل وسؤال في فكرة السؤال اللي بعده معرفتك أن دواء بعينه قد عالج أفراد كثيرين من مرض بالذات في دواء معين أنا بأخذه أو بدأ الناس مثلا وقال اللي هي بتشتكي من صداع فيأخذ حبايا مسكنة اسمها كذا حلو فبدأ يعرف وبدأ يعمم ثم أدركت وعممت أنه يعالج غيرهم ممن يصابون بنفس المرض الموقف السابق نستخلص منه الاستعانة بمنهج هو عملنا مصر إيه استخدم منهج الاستقراء النقص بدأ يفحص بعد الحالات واخد بالحضراتك ثم أعمم انتقل من الحالات الجزئية إلى حالات التعميم يبقى واستخدم منه الاستقراء النقص طب الاستقراء النقص ده يا مستر هيعمل إيه اللي حضراتك هيساعد على التنبؤ بالحالات المماثلة أنا مش محتاج أن أنا أدرس لناس كلها وعمل استقراء تام لا أنا هدرس بعض الحالات ومن هذه الحالات هقدر من خلالها اللي أنا أصل إلى حالة عامة السؤال اللي بعده قد يطلب المعلم من طلابه رسم عدة مثلثات متنوعة ثم يطلب منهم استخلاص الخاصية المشتركة بين كل هذه المثلثات ليصل إلى قانون عام المثال يكشف هنا عن حجة ما لها طيب هل إحنا هنا نتكلم يا مستر على حجة استنباطية ما فيش أي استنباط عندي إذن بالتالي أنا هستبعد الاختيارين المتعلقين بالحجة الاستنباطية وخلينا نبدأ هنا بالاستقرار لأن أنا أتكلم هنا أن المعلم طلب من الطلبة أن هم يرسموا مسلثات طيب إذن هل هذه حجة استقرائية النتيجة فيها قضية خاصة ولا حجة استقرائية النتيجة فيها أكبر من المقدمات لا النتيجة فيها أكبر من المقدمات لأن أنا وصلت يا مستر هنا قال لحضرتك أن أنا طلبت منهم أنهم يرسموا لي عدة مسلثات متنوعة وأقدر أستخدص منها خاصية مشتركة يبقى هنا المقدمات عندي كانت أو النتيجة عندي كانت أكبر من المقدمات عشان وصلت لقانون عام يشمل كل هذه المثلفات السؤال اللي بعده سأشاهد المباراة وسأتناول العشاء تعد القضية السابقة صادقة فقط إذا القضية تكون صادقة إمتى مستر قال لحضرتك شاهدت المباراة وتناولت العشاء شاهدت المباراة أو تناولت العشاء تناولت العشاء فقط شاهدت المباراة فقط إذن بالتالي هذه القضية تكون قضية صادقة في حالة واحدة وهي لما تكون شاهدت المباراة وتناولت العشاء بنفس الترتيب بتاع السؤال بتاعي لأن أنا بعمل هنا مستر جمع ما بين حاجتين مع بعض السؤال اللي بعده جميع الثوابت الرياضية ثوابت منطقية أو اختصارات رمزية يجرى استخدامها في صياق صحيح ووسطة الثوابت المنطقي تتفق العبارة هنا مع أراء مين أنا بكلم هنا نصر على الثوابت الرياضية والثوابت الرياضية استخدمناها بشكل منطقي أو استخدمناها في المنطق فإن حصل عندي هنا حصل عندي هنا التقاء بين المنطق والرياضيات فأصبحنا لا نعلم أين تبتدي الرياضيات وأين ينتهي المنطق وبالتالي اختلطوا ببعض وده كانت من أقوال بيتراند راسل أن المنطق أصبح أكثر رياضية والرياضيات أصبحت أكثر منطقية السؤال اللي بعده تقضي بأن لا تقع بديهيتين تعتمد أحدهما على الأخرى ينفعش البديهية تبقى معتمدة على بديهية أخرى لا لما في ذلك مخالفة لمهيط النصق فإذا أمكن استنباط بديهية من بديهية كانت نظرية تعبر عن إحدى شروط المسلمات الشروط المسلمات مصدر أنها تكون ملهاة تكون كافية تكون مستقلة تكون متصقة يعني أنا ما ينفعش أقول لك النهاردة المعلم هو من يعلم والطبيب هو من يطبق إذن أنا هنا مصدر بشتقى من حاجة تانية ولكن لا يبدى عندي أن البديهية تكون الله يفتح لحضراتكم تكون مستقلة بذاتها أسئلة حلوة تجمع منها درجات السؤال للبعد يقول البير كامو إن الخور ضعف يصيب المثقفين أكثر من غيره لا لأنهم أقل شجاعة بل لأنهم أكثر تطلوا عنه تشير هذه المقولة إلى التدخل في الطبيعة التفكير الظمني تجاه الطبيعة تأمل الطبيعة ولا التفكير التحليلي تجاه الطبيعة طبعا الإجابة بتاعتي هي التفكير التحليلي تجاه الطبيعة مش هنتدخل في مجردات الطبيعة ولا إحنا هنفكر تفكير ظني يحتمل الصواب أو الخطأ ولكن تفكير تحليلي تجاه الطبيعة السؤال اللي بعده ده حلو جدا تركز في فكرته كده لو سمحت قالك حين نضع كوبا على النار فسعين كسر نفسر ذلك بأن الحرارة تسبب تمدد للأجسام الصلبة يعبر ذلك عن قيمة الفرد خلي بالك الفرد ده قلنا حاجة من الاتنين يا مصدر إذا ثبت صدقه فبيتحول إلى قانون عام قانون مزبت أما إذا ثبت كسبه فبنعمل بالضبط بنعدل عنه ونبحث عن قانون جديد أو فرد جديد حتى نصل إلى القانون اللي احنا عادي فيقول لك النهاردة أنا بحط كوباية على النار فالكوباية بتنقص بقدر من خلال الفرد ده لما جرب هجيب الموج بتاعي ده أو هجيب الكوباية الفقار دي وحطها على النار وبعدين هسيبها شوية لما درجة الحرارة هتبدأ إن هي تعلى والكوباية ده مصدر إلي حسن الله هتنفجر أو هتنكسر وبالتالي النهاردة أنا تحققت من الفرد آه لما تحققت من الفرد الفرد تحول إليه بقى لم يعد فردا ولكن تحولت مهيته وأصبح إلى قانون وبالتالي الإجابة عندي هتكون الفرد ما تتأكدنا من صدقه تحول إلى قانون عام كان العالم لود برنار هل بقى لك عندك نموذجيين مهمين جدا لا ياخدوا منهم أي متحان سنوية عامة بيجي سواء كان في النظام القديم أو في النظام الجديد وهو نموذج كارل همبل ونموذج كولوت برنار ووليا مهويل مهمين جدا يا شباب لا ياخدوا منهم امتحان ممكن واحد منهم ييجي وممكن اللي اتنين ييجوا مع بعض عادي في أكتر من سؤال يقول لحضرتك كان العالم كولوت برنار يعلم أن غاز أكسيد القربون من المواد السماء فأخذ كلبا وجعله يستنشق مقدارا من أكسيد القربون فتسمم الكلب ومات العبارة السابقة تشير إلى المفاهيم في المنج الاستقرار وهو مفهوم يشير إلى تدخل في الظاهرة لرؤية ما ينتج عنها لا أنا ما تدخلتش في الظاهرة عشان أعرف النتيجة تدخل الطبيعة في الظاهرة اطلاقا المشاهدة الدقيقة لجزئيات الظاهرة لا ولكن أنا بعمل الظاهرة مصر من الفرد مش إحنا جينا يا مصر عند كلود برنار ووليا بهويل وقلنا أن الفرد أصبق من التجريب فبالتالي النهاردة أنا بجرب له عشان أتحقق من صحة الفكرة أو من صحة الفرد فإذا ثبت قلنا هتحول إلى قانون عام مزبت وإذا ثبت فشله وبالتالي أو كذبه فبنعدل عنه ونبحث عن فرد جديد تعال نبص على السؤال خاص بالحجج بتاعتنا ويمكن الحجج أنا مش بشوف أن طالب السنوي بيواجه مشكلة فيها بيكون جاية بشكل سهل ومباشر يعني النباتات والحيوانات والأناسي كائنات نامية الكلام ده مش مظبوط النباتات والحيوانات والأناسي هي كل الأجسام الحي تمام إذن كل جسم حي فهو نامي الكلام ده مش مظبوط وبالتالي المثال الثابق المثال الثابق يعبر عن أحد أنواع الاستدلالات المنطقية وهو طبعا تعميم استقرائي غير حقيقي الكلام ده مش سليم لأنه مش تعميم استقرائي حقيقي ولا تعميم استقرائي جدلي ولا تعميم استقرائي علمي لأنه مش ناقص وبالتالي النهاردة أنا عملت عملية تعميم استقراء تام ولكنه استقراء تام غير حقيقي أو مش مطابق للوقت السؤال الأخير في اللايف الخاص بمراجعتنا النهاردة هنتكلم فيه على المقالي وطبعا هو يخص المنطق الرمزي والدوال الصدقية مفيش برضو امتحان بيخلو من المنطق الرمزي وأنا أعتقد أنه هيكون السؤال من السؤال المقالي يعني في الامتحان من نصيب الرابط المنطقية أو المنطق الرمزي على عهد النظام الأديم كان بيجي فيه سؤال يقول لك يجيب لك عبارة ويقول لك استخدص نوع الرابط ووضح قيم الصدق والتكافؤ في الرابط ده طيب تعالنا نقرأ كده مع بعض يقول جبران خليل جبران إذا تعلمت التجاهل بقد اكتست نصف مشاكل الحياة بدأت بكلمة إيه إذا إذا ده رابط إيه الله يفتح عليك رابط شرط طيب رابط الشرط القيم الصدق بتاعته أو الرمز بتاعه قف شعاع شمال لام أو قف سهم شمال لام طيب إذا قيم التكافؤ هذا يعتبر من الدلة الوحيدة التي لا تتميز بقيمة التكافؤ الرابط الوحيد رابط الشرط لا يوجد به أي تكافؤ أما فيما يخص طبعا قيم الصدق نعمل الجدول بتاعنا حط فيه الرموز وخلي بالساعدتك لازم تكون حضرتك عارف الحكم بتاع رابط الشرط إنه هو بيكذب في حالة واحدة فقط وهي مصدر صدق المقدم وكذب التالي بتبدأ إنك تمشي في الجدول بتاعك بنفس هذا النهج بتحط قيم الصدق وقيم الكذب ونعرف إن رابط الشرط بتاعنا المصدر يخلو من التكافؤ لا يوجد به تكافؤ منطقي كده بنكون وصلنا لنهاية الليف بتاعنا والمراجعة بتاعتنا أتمنى إن إحنا نكون يعني فكرناكم وذكرناكم بشكل سريع وأقول لحضرتك مبروك مقدما على نتيجتك في السنواء العامة وتأكد إن ربنا سبحانه وتعالى مش هضيع جهود أي حد تعب فيكم خلال الفترة والمراثن الخاص به امتحانات السنواء العامة ورحلة السنواء العامة بشكل جميع معكم استرحمة الجمل من قناتكم وجريدتكم جريدة اليوم السابع إلى أن نلتقي على خير إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته